تم اليوم ترحيل 850 مسكن من حي الأميرة عبدالقادر إلى سكانات لائقة بحي 11 ديسمبر بأرزيو بعدما كانوا يقيمون بأقبية العمارات أشرفت سلوطات الولائية لولاية وهران وعلى رأسها السيد والي الولاية بالانطلاق على العملية السادسة التي تخص إسكان 850 عائلة على مستوى المحقن بلدية أرزيو تضم هذه العملية أكثر من 273 عائلة كانت تسكن في الأقبية تم إسكانها في سكانات جاهزة تحتوي على كل ما تطلبه العيش الكريم للمواطن وسخيرت كل الوسائل والظروف للإنجاح هذه العملية رأنا فرحانين بزيزة بزيزة وليخلنا الرأي ستعنا ويشافيهن شاء الله وتتواصل عملية الترحيل في إطار القضاء على البنايات الهشة ترجمة نانسي قنقر